موسيقى 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 مساء الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير سلام الرب يكون معكم أمير وردنا الآن نبأ مؤسف جدا سيحزن الرئيس السيسي بشدة وفاة الحجة فهيمة المتبرعة لتحية مصر في 30 ألف جنيه عن عمر يناهز 109 سنة لقاء الرئيس السيسي مع الحجة فهيمة بتوقيت فجر اليوم الجمع الحجة فهيمة علي السيد أكبر معامرة في الشرقية عن عمر يناهز 109 سنة وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمنية الحجة فهيمة أكبر معامرة في الشرقية وذلك بعد طلبها مقابلة وطربة الرعبي 30 ألف جنيه لصالح صندوق طحية مصر وذلك خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بمركز المنارة للمؤامرات بالتجمع الخامس سنة 2019 كان اليوم السابع نشر حوارا مع الحجة فهيمة بعنوان قصة الحجة فهيمة أكبر معامرة في الشرقية بمية ستة وعام وطلبت فيه مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا خبر ومنقول ما هو من اليوم السابع جانا خبر آخر ألف مليون مبروك وفي نفس الوقت آخر للأنبى يؤنس وخبر آخر وهو تنبيه وتحذيرات من قداصة البابة ودروس ويبعث عدة رسائل عبر صفحته للمتحدث الرسمي للكنيسة الأرزيكسية البابة ودروس يبعث عدة رسائل عبر صفحته للمتحدث الرسمي للكنيسة الأرزيكسية وجه قداصة البابة ودروس بابة الإسكندرية وبتلارك القرازة المركزية مجموعة من الرسائل وقال قداصة البابة إن الصلاة بإيمان يمكن أن تهز الجبال وان الصلاة هي الفعل الروحي التي يمكن ان تفعله في اي وقت واي زمان واي مكان وتابع قداصة البابا اوعى توقع في ان الصلاة مش جايبة فايدة هتجيب فايدة هتجيبها النهاردة هتجيبها بكرة هتجيب فايدة هتجيب فايدة الله يستمع اليك على الدوام لمجرد انك توقف تصلي وتعبر عن مشاعرك بايمان قوي الله في الوقت المناسب هيستجيب ليك الله ما بيتأخرش ابدا وقال البابا توادروس صلواتك مسموعة ولها مكانها ولكنها في الوقت المناسب الله يتكلم والله يعطي والله يستجيب استقبل قداصة البابا توادروس بابا الاسكندرية باترالك القراثة المرقصية في المقر البواوي بالقايرة اليوم الجمعة نيافة الانبامخيل والاسكف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والويل والعباسيم وعرض الاسكف العام لكنائس قطاع حدائق القبة على البابا توادروس الثاني خلال اللقاء بعض الامر الرعوية الخاصة بالقطاع وجديده بالذكر أن البابا تودروس الثاني استقبل أمس في المقر الباباو بالقاهرة مجموعة من القائمين على خدمة متى 25 التابعة لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجرب ورحب قدسته بالقدام وتعرف على طبيعة الخدمة ثم استمع إلى شرح عن الخدمة وأقسامها كنت جائعا كنت عدشانا كنت عريانا كنت مريضا كنت محبوسا كنت غريبا وبعده عرض في المقصير عن حلاس سعادة الخدمة وأشهد قدسته البابا بالدستور الخدمة والتزامها بطريقة الحكمة في الإدارة واهتمامها بتلمسة أجهالهم من الشباب وحتى الأطوال الصغار في أقرع الخدمية الستة كما بعدهم قدسته بالقاء سنوما عدد من خدام متى 25 وتهتم خدمة متى 25 بتضييق وصايا المسيح الستة الواردة في الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل القديس متى لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني أريانا فكستموني مريضا فذرتموني محبوسا فأتنتم أتيتم إلي الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد بإخوتي سؤالي الصغار فبيه فعلتم بطريقة إدارة عصرية وبشكل متكامل وهذا نقلا عن جريدتنا ألف مليون مبروك نعم ألف مليون مبروك للأنبى يؤنس ماذا فعل الأنبى يؤنس خبر صار جدا سيسعد قلب الأنبى يؤنس أسكوب أسيوت ما هو الخبر اكليل مبارك للابن مايكل والابن سيلفانا أيها الآب القدوس أحفظهم في اسمك الذين عطيتني ليكونوا واحدا كما نحن إنجيل يحنى 17-11 أمام مذبح كنيسة سيدة العضراء بمدينة نصر تم يوم الخميسة الموافق 27 يناير 2022 إقليل الدكتور مايكل فيكتور والأنسة جيرفانا فخري ويتقدم الأستاذ جيرجس قدس الصحفي الكاتب بالتهنية لنهافة الأنبى يؤنس أسكوب أسيوت ونهافة الأنبى غبريال أسكوب بانس ويب لزفاب ابن شاكتهم الدكتور مايكل فيكتور بمباركة قدسة البابة ودروس الثاني شارك بالحضور ومباركة الإقليل كلفيفه من الأحبار بكنيسة الأنبى موركوس متران شمر الخيما الأنبى براان موتران الفايوم الأنبى بيمن أسكوب نقاو دا وحCU السيد الأنبى probably الأنبى غبريال أسكوب بني السويف الأنبى تيموس كب الزاقذيك الأنبى لاسكوب بيبة والفسن والأنبى بارمية الأسكوب العام الأنبى دانيال والأنبى بولا أسكوب رئيس ordered is king Eli 3000 العام الانبا سوء فيلوس اوسكوب منفروت ابونا سيرجيوس سيرجيوس وكيل عام البطريقية بالقيرة ابونا رويس موركوس وكيل عام البطريقية بالاسكندرية سابقا والمعلم ابراهيم عياد والمرتل ابانوب عبد المسيح والافيبو من كان ومكرسات من ابو رشيد اسيوت وبني سويف ماللوة والقيرة والاسكندرية والزقسيك مع خالص الامنيات والعرصين بالفرح والسعادة والرفاء والبنين بالصور يا سلام حاجة رائعة قدسات يعني انقول اصاقفة يحضروا لانه ابن شقيقة الانبا يؤنس البعض يقول ولماذا لم يحضروا جنازة الحبر الجليل او نقول ابونا عشان الناس ما تزعلش ابونا مكاري يونان الحقيقة ابونا مكاري يونان كان عليه بعض الانتقاضات وبعض الكلام انه كان ما بيتبعش الارسكسية وهو كاهن عادي ولكن كل انسان وليه فلسفته المهم الكل اللي انا عايز يقولوا ارجوكم واتوسل اليكم حفظوا على نفسكم ان كان عندك برضا حافظ على نفسك وبعد عن اي حاجة ممكن تسبب لك المرض وتبعد عنك كل شر حبائي وعزائي لكم من كل الحب والتقدير وجاءنا بيان اخر اصابة او موت اصابة ستة اخرين في حادث باسماعيلية وموت شاب وفتاة اخوات جرجس ومريان ويرب يعزي الاسرة الكاملة حقيق موكه صعب جدا 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 ولكن نطلب من ربنا ان يحفظهم ويحميهم شكرا لكم احبائي وعزائي ولكم من كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين وهكمل معكم الحديث عن جرجس ومريان شكرا لكم. خير احبائي وعزائي كناتكم كنات الملكة والامير ترحب بكل مشتركيها الجديدة. خبر عاجل جدا استشهاد جرجس ومريهان بحادث مروع بطريق اسمع الليل. بالنسبة لي استشهاد وهو مسرع. وفاة الشقيقان عرائس المسيح جرجس ومريهان بحادث مؤلم كانوا يجاهزون الفرحة نهاية اخر الشهر. الم شديد في عزبة النخل الحياة سريعة الزوالة. زمن الاختطاب استعد للقاء الهك. عاجل ومنذ قليل صافر الى السماء الشقيقان عراء عرائس المسيح جرجس ومريهان امجد اثر تصادم سيارتين على طريق اسمعالي. تفحم شقيقان واصلوب ستة اخرين في تصادم سيارتين على طريق الاسمعالية القائرة مما ادى الى اشتعالهم عند مصنع استفضي. واصفر الحادث سنوة فات جرجس امجد عزود تسنتاشر سنوة ومريهان امجد واحد وعشرين عاما. ويذكر ان فرح مريهان كان على بعد ايام قليلا وكان يجاهزون الفرحة الان تفرح وهي واخيها مع عرس هما المسيح مع المسيح ذاك افضل جدا. طوبة للتي تختار وتقرب والياسكم في ديارك سفر المزامير الاسحاح الرابع خمسة وستين بنعمة ربنا الصلاة اليوم الخميسة الساعة الحادية عشر بكنيسة السيدة العزراء مريم والبابا كرولوس عمود الدين بضرائب عزبة النقل مع المسيح ذاك افضل جدا. صلوا من اجل اسرتهم وحبهم واصدقائهم لقيها شخصان مصرع هما واصيب ستة اثنوة اخرين في حادث تصادم سيارة ملاكة باخرى تم اشتعال النرام في احد هما بطريقة اسماعليا القليل الصحراوي احدى المصانع الشهيرة بطريقة العشر مرام ودران تلقى اللواء منصور لاشهين مساعد ودير الدقلية مدير امن اسماعليا اختار من شرطة الطرق والنقل يفيد بالتصادم سيارتين باخرى وتفاحمة دهما مما اصل عن اسابة ستة اشخاص ومصرع شخصين قرعين لجراء الحادث وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث للوقوف على ملابسات ومعينة المنطقة ومعينة الجسس ودفع مرفق الاسعاب بالاسماعليا بالعيسة الدكتور حسن درويش بعدد من سيارات الاسعاب لنقل المصابيين الى مستشفيات الاسعاب الاسماعليا الاسعاب في مطلق العلاج في مقامة الشرطة باختار نيابة العام الفحص وجسس المتوفيين ومن جهة اخرى كشف مصادر طبية بمستشفى جمعة قناة السويس ان المصابيين تنوعت اصابتهم بين جروح وكسور وحروق من درجات المتنوعة اسماء المصابيين وتبين ان المصابيين هم كل من حنان رزق يوسف تسعة وتلاتين عاما من القاهرة بتول كرم فرعون تسعة سنوات امجد جبر عزيز عزبة النخل مارين رزق الله سلامة بسانت ايمان جبر القاهرة حسام ندى المتوفين كما تبين ان المتوفيين هو كل من جرجس ايمان عزوز تسعة تاشر سنة وريهان ايمان عزوز واحد وعشرين سنة مقامين بعزبة النخل وجسيتهما والجسس في حالة تفحم تام ربنا يعزي الاسرة بالاسماء مصرع واصابة ثمن اقباط في حادث بطريق اسمعاليا لقيا شخصا مصرعهم اصيبة ستة اخرين في حادث تصادم سيارة ملاكة تم اشتعاد النار في احدهما بطريق اسمعاليا القاهرة من امام احدى المصانع الشهيرة بطريق العاشر من رمضان وتلقى اللواء منصور لاشير مساعد مزير الداخلية ومدير امن اسمعاليا اختاره من شرطة الطرق والنقل يفيد بالتصادم سيارتين باخرى وتفحم احدهم مما اثر عن اصابة ستة اشخاص ومصرع شخصين اخرين جراء الحادث وعلى الفور انتقلت الاجهزات الامنية الى مكان الحادث للوقوف على ملابسات ومعينة المنطقة ومعينة الجسس ودفع مرفق الاسعاف الاسمعاليا بالرئاسة الدكتور حسن درويش بعد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين الى مستشفيات الاسمعاليا اسعاف المطلق العلاد في مقامة الشرطة بيختار النيابة العامة لفحص جسس المتوفين ومن جهة اخرى كشف مصادر طبية بمستشفي قناة جامعة قناة ترسيت ان المصابين المصابين تنوعت اصابة بين جروح وكسور وحروك ومن درجات متنوعة وتبين ان المصابين هم كل من حنان رزق يوسف تسعة وتلاتين سنة ما تقول تسعة سنوات القاهرة امجة جبر عزيز عزبة النخل مارين رز الله سلامة بسانت ايمن جبر القاهرة حسام ندى المتوفيين كما ذكرنا جرجس ايمن عزوز وريام ايمن عزوز يعني نقول يا رب اسطرها وكشفت ادارات المنور بمدارات الامن تنشق اما مع الادارة العامة لمرور من انتشار قدمت على كافة المحاول والطرق وقال مصدر امني ان ارشادات ونصاحة السلامة اعلى الطرق الرئاسية للحد من الحوادث المرورية تشمل التأكد من سلامة الادارات بما فيها الاطار الاحتياطي واكتمال منسوب المحرك والفرامج واكتمال منسوب المياه بالبطارية والردياتير وسلام السير المروحة والدنموة وصلاحية رامي اليد وطفوية الحريق وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والانهار والاشارات نظافة الزجاج العمائي والخرفي وكشبات الاضاءة وكفاءة المسحات كما حظر المصدر قائد السيارات من استخدام الهاتف المحمول لانه يؤدي الى فقدام التركيز اثناء قائد السيارات القيادة تحت تحسين المواد المخدرة حيث انها تؤدي الى زهادة زمن رد الفعل بخلاف مما يعتقد انها توزيد الانتباه قيادة السيارة في حالة ارهاق والتخطي الخطئ لانه يعرض القائد والاخرين لحوادث المرور والانشغال غير الطريق والثقة الزائدة في القيادة لانه خطأ الغير قد يفوق مهارتك وتابع تجاود السرعة المقررة قرنية لانها تعرض للخطر وتخطي للسيارات الحالات الممنوعة فيها التخط والسير عكس الاتجاه لانه يعتبر تعديا على حق الغير في الطريق ويعرض لحوادث المروعة ووزعت الاضهارات العامة المرور لحدد من سيارات الارهاسة المرورية على جميع اقسام الطرق وتقوم بمساعدة قائد السيارات التي تعطلت سيارات مع الطرق او حوادث سيارات من خلال رقم التليفون زيل ومئة اتنين وعشرين حضاء تلت وحايد اربعة اسوار وتمركز سيارات الإغاثة المعجلة لمساعدة المواطنين بطرق القائد الاسكندرية الاستحراء والزراعة والسويس والقائد والاسماعيلية وبناء الشبرى الحر تحسبا لحدوث اعطاء سيارات وتخصيص ارقام مواهات بالتواصل مع المواطنين بخلاق شن ضباط المرور حملات لضبط قائد لحفرات متاعتي المخدرات شكرا لكم احبائي وعزائي وهنكمل معاكم يعني خبر اخر وهو خبر لسيدة تصرخ وتستغيث بالسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي او اتنسى اشتراك في قناة الملكة والامير او اتنسى اشتراك في قناة الملكة والامير مع كل حب وتقديري وهنكمل الموضوع التاني اشتركوا في القناة